الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم القائل في الحديث الصحيح كل أمتي يرخلون الجنة إلا من أبى قال من أطعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى ما زلنا نتحدث عن بعض الحقائق والشبهات التي يدعيها بعض المنكرين على أن رغد العيش وسعة الرزق صحة على كمال الدين وصحة على أن الإنسان قريب من الله عز وجل وهذا تفريق مع الفارق أو هذا ضرب من الخيال لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لنا ألا وإن في الجسد مضغى إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب أي أن التقرب إلى الله عز وجل ليس بالمال وليس بالولد ليس بسعة الرزق ولكن يقول بالأعمال الصالحة التي تجل بلان الرزق وتبارك في أولادنا ولذلك انظروا إلى هذا التحذير الإلهي عندما قال إنما أموالكم وأولادكم فتنة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يملي للظالم سنت الأعند بحبوح من العيش ولكنه ظالم إن الله يملي للظالم ويعطيه ما لذ وطف في الدنيا ولكن هذا استدراج هذا الذي نرى استدراج أي أن الله يستدرجه سنستجردهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إنك يدي متين هذا الاستدراج للظالم يموت على ظلمه الذي ظلمه للناس جميعا ولذلك قال رسولنا صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين ونجد في القرآن الكريم أمثلة عديدة على أن كثيرا من الناس أعطاهم الله المال ولكنهم طغوا ولكنهم كفروا بنعمة الله عزل أول هؤلاء الذي نجده كثيرا ما يقرأ على أسماعنا ويضرب به قلوبنا قارون الذي كانت مفاتحه أي مفاتح خزائنه لتنوء بالعزبة إلى القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وبتغف ما آتاك الله الجار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحصن الله لي ولكن ننظر إلى الرج قال إنما أوتته على علم ولكن ننظر إلى العقاب قال ربنا فخسفنا به وبذاره الأرض معنى ذلك أن الإنسان إذا أنعم الله عز وجل عليه بالمال وهذا المال وافر لا بد أن يكون له مقومات في هذا المال كيف يتصرف فيه لا بد أن يعطي فيه الزكاة كاملة ولا بد أن يتصدق بما فيه ولا بد أن يتعامل مع هذا المال على أنه وسيلة وليس تعقيدة يجب أن الله يعلم أن الله عز وجل ربما أعطاه هذا المال لحكمة إلهية لا يعلمها إلا الخالق فيجب أن يراعي حق الله عز وجل في هذا المال إذن المراقبة لله عز وجل والتقرب إلى الله عز وجل لا يكون بكثرة المال ولا بكثرة الولد ولكن يكون بالأعمال الصالحات والقلب السليم الذي قال فيه رب العالمين إلا من أطى الله بقلب سليم وإليك فأقول قال تعالى قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمال من هم يا رب الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحصلون صنعا فيجب على الإنسان إذا رزقه الله المال أن يتصرف فيه وفق ما أمره الله عز وجل إنما أموالكم وأولادكم فتنة يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون انظر وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لو لا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكم من الصالحين قال تعالى ولي أخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبر بما تعملون وإليك فيقول بعض الأشخاص أي أن الإنسان يتواكل يجلس في بيته لا يسعى على رزقه من قال لك ذلك المال الحق تبارك وتعالى جعله وسيلة للحياة وكان سيدنا عثمان أكثر الصحابة مالا وكان سيدنا أبكر كذلك جهاد عثمان جيش العسرة وكان سيدنا أبكر ينفق على الصحابة الكرام حتى أعتق سيدنا بلال ولكن ضع نصب عينيك أن المال تسأل عنه يوم القيامة ويكفي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم المال الصالح في يد الرجل الصالح فاللهم لا تفتن في مالنا ولا تفتن في أولادنا وارزقنا الحلال وبارك لنا فيه وباعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقنا من الخطايا والذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس هذا والله أعلم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر